تتجه أنظار الجميع نحو البحرين مع اقتراب عقاد أولى جلسات ورشة المنامة الاقتصادية التي دعت إله الإدارة الأمريكية وبرفض فلسطيني قوبلت تصريحات جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي التي تسبق انطلاق المؤتمر والتي تحدث فيها عن خطة لاستثمار 50 مليار دولار تشمل إقامة ممر بين الضفة وغزة و 179 مشروعا اقتصاديا وتوفير مليون فرصة عمل في الضفة والقطاع مسؤولون فلسطينيون أكدوا أن الحل السياسي هو أساس كل شيء قال إحنا معركتنا متواصلة سنبقى نرفض سنبقى نواصل لن يكتب النجاح لهم هكذا الرئيس قال كل أمال الدنيا لا تساوي ذرة تراب من فلسطين وبالتالي عقلية الصفقات أنت رعاة البقر من أمثال ترامب وكوشنير ما بتلطبق علينا وما يحاول أن يقدموه من عسل وهمي يغلفون به السم السياسي لهذه الخطة لا يمكن أن يبتلع من قبل أحد من الجانب الفلسطيني كافة الفصال الفلسطينية على اختلافها وعامة الفلسطينيين يرفضون الأفكار الأمريكية للسلام التي تقوم على أساس مخترحات غير مترابطة لإدارة الصراع وليس حل لذلك ظهرت دعوات لعقد لقاءات فلسطينية عاجلة للخروج بخطة إنقاذ وطني في مواجهة التحديات علينا أن نعمل من أجل عقد لقاءات وطنية مؤتمرات وطنية من أجل الإنقاذ الوطني مفتوحة للجميع ويطرح فيها ما هو المستقبل الذي نريده في ظل المخاطر القائمة وفي ظل إفشال هذه الصفقة وتداعياتها المختلفة على الشعب الفلسطينيين ويقول الفلسطينيون أن الإدارة الأمريكية تريد تبريد الواقع الفلسطيني للحلولة دون الوصول إلى حالة الانفجار بسبب الظروف التي أعقبت الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس ومحاولات تصفية وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وفيما تعبد الإدارة الأمريكية طريق السلام وحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيلين بالأموال فإن رفض الفلسطينيين لأية حلول لا تنهي الاحتلال وتعطيهم حقوقهم كاملة هو مطلبهم الأساسي فكل الأموال والأفكار الأمريكية تعتبر ذرا للرماد في العيون من وجهة نظر فلسطينيين ضياحوا شيئا الغد راب الله